تفاعل عربي كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفجير العاصمة السوملية مقاديشو الذي أوقع حوالي 300 قتيل وأكثر من 300 جريح نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض القصص المؤلمة عن ضحايا التفجير الدامي منهم مريم عبد الحاي الطالبة التي كانت تستعد لحفل تخرجها من كلية الطب والذي كان مقررا الأحد قبل أن تفقد حياتها عشية فرحة تخرجها في تفجير مقاديشو وإدانات أيضا عربية وعالمية كثيرة صدرت لتدين المذبحة الأمين العام أنتونيو جوتيريز دان بشدة الهجمات التي وقعت في مقاديشو وقال في مقاديشو السومال وحث على الاتحاد في الحرب ضد الإرهاب وذلك وفق تغريدة لصفحة الأمم المتحدة على تويتر تغريدات أخرى أشادت بتعامل السلطات الأمنية الصومالية مع الهجوم حسن قراني هو مواطن صومالي قال في تغريدة إن القوات المسلحة الصومالية عاملت الموقفة بشكل إيجابي من حيث تطويق تأمين المكان ونقل الجرحى وانتشار العالقين والتبرع بالدم وتوزيع الأغذية سفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرما غرد قائلا إن أكثر من ثلاثين طبيبا وممرضا بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الطبي توجه إلى مقاديش عاصمة الصومال من جيبوتي للمساعدة في الإسعافات نتيجة العمل الإرهابي في حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن تبقى الاحتمالات بين جماعة الشباب المتشددة أو تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر